أهلاً بكم تتفاقم المخاوف مؤخراً من توغلٍ إسرائيليٍ محتمل لمدينة رفح التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين الذين نزحوا من قصف الاحتلال بحثاً عن مكانٍ آمن فرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو توعد بنقل العملية العسكرية من خان يونس إلى رفح في جنوبي القطاع كما قال وزير الجيش أفغلانت إن القوات سوف تصل إلى رفح لكنه لم يقل متى وبأي طريقة يأتي هذا بينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تبحث مع مصر إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع فيما نفى مصدرٌ مصري ما تردد عن خطةٍ تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حكومة تنياهو تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم وذلك بهدف عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر ومن قبل نفت جمهورية مصر العربية مزاعم إسرائيلية حول وجود ترتيباتٍ بشأن رفح ومحور صلاح الدين الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور وكانت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية وكانت نقلت عن مسؤولين مصريين أن القاهرة وجهت تحذيرات إلى تل أبيب من أي هجماتٍ على محور صلاح الدين ومن حدوث أي موجات نزوحٍ للفلسطينيين